اشتركوا في القناة والاشياء الثمينة واللوحات الفنية دون اثر لماذا ضاعت تيتانيك بعد مرور عشرات السنين من قاع البحر اين توجد المدينة التي من الممكن ان نعتبرها بحق مدينة اتلانتس وكيف تسنى لحاسب الى ان يظهر في قاع المحيط وعمره الف سنة سنحكي لكم اعزاء المشاهدين في هذا الفيديو عن اكثر المكتشفات غير المتوقعة التي تم اكتشافها في قاع المحيط الجميع يتحدث عن مدينة اتلانتس على الرغم من انه لا يوجد شخص رأى تلك المدينة الخيالية الا انه يوجد في كوكبنا مدينة غارقة ومعالمها جيدة والشيء الوحيد الذي يمنع الناس من السفر اليها هو عدم تواثر الاكسجين باولا بيتري تقع بالقرب من الشاطئ اليوناني لاكونيكا من اجل ان تكتشف تلك المدينة ينبغي عليك ان تغطس على عمق 13 متر المدينة وفقا لتقديرات علماء الاثار كانت عمرة على مدار خمسة الاف سنة وكانت موجودة حتى عام الف قبل الميلاد الى ان غرقت نتيجة عدد من الزلازل المدينة التي تحت الماء تم اكتشافها لاول مرة من قبل نيكولاس فليمينغ في عام 1968 عندئذ تم عمل اول خريطة ووصف للمدينة التاريخية بوجود المباني والشوارع والساحات تم اجراء بحوث على خمسة عشر مبنى منفصل وخمسة شوارع ومقابر وايضا المقابر الفردية وايضا تم العثور على العديد من الاشياء والادوات الحياتية وتم العثور على الحيوانات وتمثال الانثى من البرونز وغيرها من الاشياء اليوم تم اكتشاف مع الاخذ في الاعتبار بالابحاث الاخيرة تسعة الاف متر مربع من المباني والشوارع والقبور وايضا تم العثور على انقاض تشبه المباني الكبيرة المخصصة للاحتفالات من الممكن ان السفينة الغارقة في قاع المحيط لا تعتبر اكتشافا فريدا من نوعه الا ان الامر يختلف مع سفينة تيتانيك القصة المرتبطة بالبحث عنها هي اكثر اثارة من اي فيلم تم تصويره من قبل جاميس كاميرون كما هو معروف تيتانيك غرقت في ابريل عام الف وتسعمائة واثني عشر ولكن لم يتم العثور على السفينة على مدار العشرات من السنين وهذا شيء يمكن ان نفهمه لان البحث عن السفينة الغارقة في قاع المحيط كانك تبحث عن ابرة في كومة من القش في نهاية المطاف في الاول من سبتمبر عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين قامت البعثة تحت قيادة العسكري الامريكي السابق روبرت دوين باكتشاف مقدمة السفينة وبعد ذلك اكتشفت الاجزاء الاخرى منها تيتانيك غرقت على عمق ثلاثة الاف وثمانمائة متر ومنذ ذلك التاريخ اصبح امر غرقها معضلة امام البشرية في كيفية رفع ما يمكن رفعه من التحاف الاثرية من قاع المحيط الشركة الامريكية ريماس تيتانيك حصلت على الحق الحصري في اجراء الابحاث ورفع الاجزاء الغارقة منها في الفترة ما بين عامي الف وتسعمائة وستة وثمانين الى عام الفين واربعة تم اجراء ست بعثات رفع على اثرها من قاع المحيط اكثر من خمسة وخمسة من عشرة الف من التحاف الفنية المختلفة القيمة الفعلية للمكتشفات بلغت مائة وعشرة ملايين دولار في الاساس كانت تلك الاشياء هي امتعة شخصية للركاب وحواشيهم الداخلية قامت الشركة في عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين برفع سبعة عشر طن من اجزاء تيتانيك من القاع والتي تم الاحتفاظ بها في المتحف المشكلة تكمن في انه بغض النظر عن حجم الاعمال التي تم تنفيذها الا ان اثير الاكسوجين يمكن ان يؤدي الى التآكل والصدأ الذي يقضي على تلك الاجزاء في خلال خمسين سنة اكتشاف قبر في قاع البحيرة هو حدث مهم في حد ذاته ولكن ان تجد مقبرة من الممكن ان يكون مدفونا فيها احد تلاميذ المسيح فان الحدث يكون اكثر اهمية بمقدار مئات مرة قام فريق الغطس من علماء الاثار باكتشاف هذا القبر في قاع بحيرة اسكول في قيرجيزيا لقد اكتشفوا بقايا لقرية قديمة يعود تاريخها الى اكثر من الفين وخمسمائة عام وايضا اكتشفوا قبرا من الممكن ان يخص الحوارية متى اكتشف الغطاسون على عمق قريب اكثر من مئتي تحفة والتي تم رفعها من القاع الى سطح الماء كان من بينها صحون من السيراميك واحجار من اجل سن السكين والعديد من الاشياء المنزلية وايضا على منجل من البرونز لا احد يعلم ما الشيء الذي كان متواجدا في ذلك المكان منذ الاف السنين الا ان احدى الروايات تؤكد بانه لم يتواجد اي دير قديم بين الانقاض تم العثور على سيراميك يحتوي على كتابات باللغة الارمينية والسيريانية اكتشف الغطاسون انقاض مبنى والتي وفقا لاراء المؤرخين تتطابق مع شكل الدير الارميني وهذا يعني ان رفاة الحواري متى يمكن ان يتواجد في احد السراديب لا يمكننا ان نجزم بصحة المعلومة في نهاية المطاف لن يتبقى اي رفاة من الجثة خلال هذه الفترة الكبيرة من الوقت ولكن يمكننا ان نصدق تلك الرواية من المستبعد ان تتخيل نفسك حاسبا آليا عمره الفان ومئة سنة الا ان آلية انت كيثيرا بمقدورها ان تجعلك تغير رأيك هذه الآلية صنعت يا اما في اليونان القديمة او في بابل حصلت على هذا المسمى نسبة الى الجزيرة انكيتيرا والتي تم اكتشافها في محيطها في عام الف وتسعمائة حاول العلماء على مدار العديد من السنين فهم الخاصية التي صنعت من اجلها ولكن لم يتوصل الى شيء الآلية التي تحتوي على آليات مثلثية اخرى وتروس مختلفة بدت كأنها صنعت منذ وقت قريب ظهرت العديد من الروايات التي تقول انها تقويم للساعة الى الحاسب الآلي القديم على حد علمنا لم يتواجد الحاسب الآلي منذ آلاف السنين اكتشف العلماء الحقيقة في عام الف وتسعمائة وسبعين عندما قاموا بدراسة آلية انت كيثيرا باستخدام التصوير الاشعاعي اوضح العلماء ان الآلة كانت تستخدم كنموذج لحركة الكواكب والشمس تم التأكد من هذه الفرضية في عام الفين وستة عندما استغل العلماء من جامعة كارديف التصوير المقطعي للحاسب الآلي وتمكن العلماء من تحديد علاقة المكونات المنفصلة وحساب خصائصها الوظيفية وفقا لاستنتاجاتهم استنتاجات العلماء كانت هناك اجزاء اخرى تحتوي عليها تلك الآلة والكرات الملونة التي كانت اما موجودة تحت الماء او اختفت في اعماق المحيط الى الابد كل كرة كانت تتطابق مع جسم سماوي محدد الاحمر كان يعني المريخ والبرتقالي هي الشمس واللبني هو الارض للاسف هناك العديد من اجزاء تلك الآلة ضائعة لذلك من الصعب ان نقول الطريقة التي كانت الكرات تحرك موضعها بعض الخبراء يعتقدون بان الحركة يمكن ان تتم بواسطة التروس والاخرون يصرحون بان عباقرة الزمن القديم الذي يرجع اليهم الفضل في عمل تلك الآلة لم يكن بمقدورهم عمل ذلك الشيء على اي حال لم يتم الكشف عن سر عمل آلية انتي كيثيرا الطب الروماني من الرائع ان البشرية قامت بدراسة تاريخ روم القديم على مدار العديد من القرون الا اننا طررنا لان نغوص تحت الماء كي نعرف ما هي تطب لديهم قام العلماء من جامعة سيينة بتحديد مكونات الادوية الموجودة على متن السفينة التي غرقت لاكثر من الف سنة لدى شواطئ تسكانة تم العثور على حطام السفينة لاول مرة في عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين وتم تسميتها وفقا للشاطئ القريب منه دي باتسينو تم التحقق اثناء الابحاث ان السفينة كانت مخصصة للاغراض التجارية وغرقت في عام مائة وثلاثين قبل الميلاد كانت تلك السفينة تقل على متنها شحنة من الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط تم العثور على عبوات زجاجية وجرار نبيذ واوعية من البرونز من بين الحطام اكتشف علماء الاثار ايضا على شحنة من صندوق خشبي متأكل والذي على ما يبدو كان يخص طبيبا رومانيا كان في الصندوق اوعية تلك التي تستخدم في فصد الدم وايضا كان الصندوق يحتوي على اوعية استوانية من اجل وضع الادوية التي كانت مغلقة جيدا والتي يعود اليها الفضل في ان الماء لم يصل اليها في احدى تلك العبوات وجد العلماء بعض الاقراص والتي اصبحت محل بحث ودراسة اظهر التحليل ان الزنك كان هو المكون الرئيسي في الادوية الادوية كانت تحتوي ايضا على شمع العسل وحبوب لقاح وصمغ السنوبر يفترض العلماء بان الادوية التي تم العثور عليها مخصصة لعلاج الامراض التي تظهر في العين في الحقيقة الامر ليس واضحا الى اي مدى استطاع التغلب على المشكلة توجد تشكيلات من السخور غير عادية لدى شواطئ الجزيرة اليابانية يوناجوني والتي لا نعلم اصلها الى الان البعض يؤكد انه عند بناء مباني غير عادية لم يجد الغطاسون اي اثر لتأثير الانسان يشير الى ان الاهرامات الموجودة تحت الماء تشكلت بصورة طبيعية البعض الاخر على النقيض متأكدون بان اثار يوناجون هو بناء من صنع الانسان التي من الممكن ان تكون قد غرقت مع غرق احدى المدن القديمة تم العثور على هذا المكتشف في عام 1986 ولم يهدأ الجدل الدائر حول اصل تلك الاهرامات هناك استاذ جامعي في الجيولوجيا يدعى روكو ماساكي كيمورا يدرس بالتفصيل لاكثر من خمس عشرة سنة هذا الشيء ويعتقد انه غرق منذ خمسة الاف سنة مع مدينة مو وهي مدينة مشابهة لمدينة اتلانتس كان هناك قصر بمقتضى خريطة الانقاض التي رسمها كيمورا وسط المباني وخمسة معابد وشيء اخر يشبه الاستاذ بالاضافة الى كل ما قيل يوجد صخور شبيهة بالبقر الا ان الكثيرين يعتقدون بان ملاحظة كيمورا بعيدة عن الحقائق المثبتة والعلماء على الارجح يرون ما يريدون ان يروه على الرغم من ان كل تلك الابنية تعتبر حجرا عادية احد هؤلاء الاشخاص هو عالم الرياضيات من جامعة بوستن اسمه روبرت سكوتش الابنية التي يمكن ان تبدو على هيئة اهرامات تشبه اكثر على حد قوله الطبقات الرملية التي تتراكم مشكلة حدودا رائعة وزوايا قائمة لا يشوبها شائبة بالاضافة الى انه في هذه البقعة من الارض تقع الزلازل من حين الاحي والتي تؤثر في الصدوع في الرماء قصة مدينة دافاراكا بالنسبة للعديد من الناس ليست الا اسطورة جميلة الا ان الابحاث الاثرية التي تم اجراؤها منذ وقت قريب تعطي لك الدليل في ان تشعر بان الاسطورة مبنية على حقيقة تاريخية وان المدينة القديمة ربما كانت موجودة في الحقيقة وفقا للاسطورة عندما قرر كريشنا الابقاء على العاصمة السابقة ماتهورا فامر بانشاء عاصمة جديدة الاوة هي دافاركا تم بناء المدينة خلال ليلة واحدة وابتلعها البحر بعد سبعة ايام من موت كريشنا كان يعتقد الى الوقت القريب بان دافاركا موجودة فقط في علم الاساطير اما الان عندما اكتشف المتخصصون براهين لتواجد المدينة القديمة فان القصة برمتها سيعاد النظر فيها بدأت اعمال التنقيب على اليابسة على المنطقة الشاطئية على ارض المدينة المعاصرة دافاركا وبعد ذلك استمرت الاعمال الى ان وصلت الى الماء اطلال المدينة القديمة تم اكتشافها على عمق اربعين متر البحث الصوتي المجرى اظهر الى ان المدينة احتفظت باشكال هندسية واضحة وسط دهشة الجميع وجد علماء الاثار بعد عملية التنقيب حوائط وطرق مرصوفة بالبلاط ومنحوتات من الحجر الجيري العمر التقريبي للمعثورات يبلغ 3500 سنة جزء تم اكتشافه على اليابسة والجزء الاخر تحت الماء على اي حال هذا الاكتشاف يقودنا الى فكرة اما كريشنا بنى بالفعل هذه المدينة او اما هذه المدينة لم توجد من الاساس وتم اختراعها في اسطورة جميلة جدا لا تنسوا مشاهدين الكرام ان تضغطوا على علامة الاعجاب وتفعلوا جرس التنبيهات بعد ان تشتركوا بالقناة الى هنا اعزاء المشاهدين نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة الى اللقاء